بمناسبة عيد الأطحى المبارك كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المرورية إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المرورية على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث قامت الإدارة العامة للمرورة بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية سابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو مية واحد إلى الكيلو مية ستة وخمسين التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح ستة حارات كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح أربع حارات إضافة إلى إنشاء تسع كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسي إلى الداعم ومن الداعم إلى الرئيسي كل كبري يتكون من أربع مطالع وأربع مخارج لخدمة الاتجاهين قائد المركبة يسلك الكبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي ويكون أمامه أربع اختيارات إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين ويتكون من أربع حارات ويعمل في الاتجاهين ويفصر بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السيرة ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريقة تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريقة توضح السرعات واتجاه السيرة حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسية و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري وتهيب وزارة الداخلية لالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ترجمة نانسي قنقر